اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية النهاردة الموضوع اللي انا بتكلم فيه انا مشفق عليكم منه اللي هو المريض يحكم على العلاج من وجهة نظر اي علاج في الدنيا تمام لان انت حكمك مش هيبقى صحيح وبالتالي مدام حكمك مش صحيح انت حتضر نفسك وحتضر الناس تانين قد يكونوا يسمعوا كلامك او يصدقوا كلامك بمعنى حفهمكو اصدق ايه دلوقتي حنفترض ان فيه مضاد حيوي المضاد الحيوي ده الناس بتقول عليه ده مضاد حيوي كويس او انه هو علاج كويس او هو العلم بيقول انه هو مضاد حيوي كويس او ده كويس انت حضرتك اخدته ما جابش معاك نتيجة هل ده يخليه وحش انه قول الناس ما حانش ياخده يعني هل انت لما تاخد دواء معروف انه هو دواء كويس او دواء له نسبة نجاح عالية وما جابش نتيجة معاك تقول انت تقول العلاج ده وحش وتنصح غيرك انه ما ياخدوش صح كده لما يبقى فيه دواء معروف انه هو مضر وبيعمل فشل كلاوي او بيعمل اي مشاكل وحضرتك تاخده ترتاح عليه فتنصح به الناس هل عشان انت اخدته وارتحت عليه هل ده معناه انه هو ما بقاش مضر هو مضر وهو سيء فانت لما بتحكم على اي علاج اي علاج من وجهة نظر هو عمل ايه مع حضرتك انت بتعمل كارثة وما ينفعش تتكلم بثقة لما العلاج الناس كلها عارفة فيه يا جماعة علاجات سيئة بتعمل اعراض جانبية محدش ياخدها الا تحت اشراف طبيب هي علاجات سيئة هتفضل هتعيش وتموت وهي علاجات سيئة حتى لو انت اخدتها وارتحت عليك والعلاجات الكويسة هتفضل علاجات كويسة وعلاجات مناسبة حتى لو حضرتك اخدتها هم مارتحتش عليك تمام بنقول الكلام ده ليه لما انطبقوا علينا بنقول الكلام ده للمرضى اللي هم بيعودوا يقولوا ايه هو العلاج هو عمل ايه معاك هي الجراحة عملت ايه معاك في الغضروف او في الركبة او في اي حاجة التردد الحراري والحقن عمل ايه معاك طب انت مالك عمل ايه معاه ما هو ممكن يعمل معاه وما يعملش معاك انت صح؟ وبعدين لو انتو اللي اتنين اخدتوا عملتوا حقن وتردد حراري وانتو اللي اتنين ما جبتوش نتيجة فاهم قصدي ازاي؟ برضو الحقن والتردد الحراري ده مش هيقلل من قدره عشان انتو ما جبتوش نتيجة ولو الحقن والتردد الحراري غلط ان احنا نعملهم لك حتى لو جابوا نتيجة هم برضو حيفضلوا غلط في التاريخ حيفضلوا غلط في العلم حيفضلوا غلط يعني ما ينفعش ان انت تطبق الحاجة عليك وكمان بيصعب علي الناس في اغير ان هم بيدروا نفسهم وبيضروا بقية المرضى اللي زيهم بيفضل يلف على الدكاترة ياخد رأيهم ويلف على المرضى ياخد رأيهم طب هو رأي الدكاترة ما تصقش في رأي الدكاترة كل دكتور حيقولك الرأي اللي هو فيه في مصلحته هو صح كده وما تصقش في رأي المرضى لان اللي نفع للمريد ده ممكن ما ينفعكش وممكن المريد يكون خد علاج غلط وربنا سترها معاه او عمل حقن غلط وربنا اكرامه ومشيت ومنت تعمله يبقى غلط حتى لو ما جابش نتيجة مع حضرتك والغلط هيفضل غلط حتى لو ما جابش نتيجة مع حضرتك وانت تتعب ليه ونفسك ليه وتلف ليه وتعمل كل المشاكل دي ما العلم قالك كل حاجة ببساطة ما احنا قلنا لك الحاجة وانت قاعد في البيت مش انا قلتلك كل المعلومات اللي انتوا عايزينها وانتوا قاعدين في البيت بتلف ليه حتسمع كلام تاني انت حتروح لكل دكتور لو رحت الدكتور علاج طبيعي قل لك اعمل علاج طبيعي لو رحت الدكتور بيعمل حقا وتردد هيقول لك اعمل حقا وتردد الموضوع معروف من قبل ما تروح له الدكتور بيعمل جراحة هيقول لك اعمل جراحة ما حاجش حينقلك الحاجة بشكل محايد انا نقلتها لك وانت قاعد في البيت عشان ترحم نفسك من اللفة على الدكاترة فلوس ووقت وتوتر عصبي وترحم نفسك من انك تسأل المرضى والمرضى مش فاهمين حاجة والله مش فاهمين حاجة ولازم تبقى عارف انت ممكن ممكن واحد نعمل له حقا وتردد والحقا وتردد مش مناسب لحالته اساسا غلط انا خدت قرار غلط وهو يرتاح برضو حالته النفسية خليته يرتاح فاهمت قصد ازاي لا حيفضل برضو انا غلطان اني عملت له حقا وتردد ده مش حيخابليني انت صح يا دكتور محمد ده انا مش صح مدام ما ما اتبعتش العلم خلاص انا مش صح تمام فانت اقول لك الحاجة اللي انت بتلف على الدكاترة عشان تعرفها اقولها لك دلوقتي وارحم نفسك وارحم التوتر العصب خلاص لو انت طبعا ايه انا بقول لك الكلام ده لكن لو رحت انت لأي دكتور حيغير كلامه وصف فيه ناس بقول له ايه ده ده فيه ناس بيجولي اقول له ايه يا حبيبي انت حالتك امشي على تراطيف صوابعك وكعب رجلك انت مش محتاج تعمل عمل ايه ادي نم روح القلم عندك شكله عامل ازاي عشان اشوف اعمل لك حقن وتردد ولديك علاج بس يقول لي الالم بسيطة اقول له طب خد علاج خلاص الموضوع بسيط مش محتاج تعمل حقن وتردد يقوم يروح ياخد رأي جراح طب ما الجراح هيقول لك اعمل عملية ما هيقول لك اعمل عملية يعني انت رأي يعني اعمل لك ايه يقوم بعيد لي يا دكتور ده انا رحت لدكتور وقال لي عمل عملية طبعا حنعيده من الاول حعيد نفسي القصة من الاول طب رحت لدكتور علاج طبيعي قال لي عمل علاج طبيعي حنعيده تاني ما احنا قفلنا الموضوع. انا قلت لك ما انتش محتاج جراحة وقلت لك ما انتش محتاج حقا وتردد. محتاج علاج وتاخد بالك من نفسك. بتلف ما انت حتسمع كلام تاني. انا عمل لك ايه طيب? انا انا حل المشكلة دي ازاي? انت فاكر يعني ان انا ما خدتش بالي? كنت انت محتاج عملية او انا ما خدش بالي? لا انت رحت الجراح فقال لك عملية. والحنا في ناس بجيلهم بقول لهم انتو مش محتاجين تعملوا حقا وتردد. انتو العصب مش ملتهب. انت امورك ماشية كويس. انت مش محتاج تعمل حقا وتردد. يقوم رايح لدكتور تاني غيري بيعمل حقا وتردد. يقوم الدكتور تاني طبعا هيقول له انت محتاج تعمل حقا وتردد عشان يشتغل. يقوم هو يبعتلي. يا دكتور ده انا خدت رأي دكتور تاني وقال لي اني محتاج حقا وتردد. طبعا. يعني انا هغير رأي. خلاص? لا يا اما تصدق رأيي. انا بتحكي كتير ليه? صح? يعني انت روحت انا قلت لك انت مش محتاج حقا وتردد انت بخير. ومت انت رايح لدكتور تاني بيعمل حقا وتردد قال لك ازاي? ده انت محتاج حقا وتردد. خلاص بقى ما توقفناش قدام بعض. يا تصدقني يا تصدقوا وتوكل على الله. لان انت حد يعني حتعطلني انا ما بتضيقش. بس عبتعطل. يعني وفي مرضى تانية قد يكون محتاجني. انت هتلقى هتضيع تركيزي خالص. وفي نفس الوقت مين اللي خسران انت? اسمع كلام اللي انت عايزه. انا مش قيم على حد. فيا جماعة لو سمحتوا الطب هو اللي بيقول ايه المناسب? مش حضرتك. مش عشان انت ارتحت لعلاجي بقى مناسب وينفع الناس كلها. ارجوكو. انتو بتضمروا نفسوكو بالفكرة دي. بتضمروا نفسوكو. كل واحد مسلا عمل حقن وتردد. الناس تسألوا. هيا عملت حقن وتردد. الحمد لله. هنعمل زيك. يعني كاتكو خيبة. يعني ما اقول لكو ايه? انت اشعرفك ان قدر الراجل ده زي قدرك. انت لازم ترجع للعلم. انا مريض. محتاجة اعمل حقن وتردد. ولا محتاجة اعمل جراحة. ولا مش محتاجة اعمل حاجة. العلم هو اللي يجاوبك. بلاش الدكاترة يجاوبك. احنا بلدنا ما فهاش زابط ولا رابط. فانت ما ايه? يعني لا المريض التاني يجاوبك. واسأل مجرب ولا تسأل مريض. يا سيلي. طب هو جرب كل حاجة. المريض اللي انت عاد تسأله ده. انتو بتضمروا نفسوكو. انا بشوف مهازل قدامي. والله العظيم. انا بشوف مهازل. يعني يعني ببقى عايز ابطل شغل عشان ما شوفش المهازل. من المرضى اللي بيسألوا بعض. وبيقولوا لبعض كلام غلط. بحسن نية. انا عارف. او يروحوا يلفوا الدكاترة وكل دكتور طب ما انت حتتشاطوح قال. يعني انت انت فاكر انك لما تلف على جراح. على جراحين كلهم حيقولوا لك جراحة. على ناس بتعمل حقا وتردد زي كلهم حيقول لك حقا وتردد. على ناس بيعملوا علاق طبيعي كلهم حيقول لك علاق طبيعي. طب انت ايه الزكاء اللي انت فيه ده ايه ده? وفي الاخر يقول لك ايه? الدكاترة ما عارفوش يشخصه حالتي. لا يا حبيبي كل واحد عايز ياخدك معاه. يعمل لك اللي هو عايزه. فانت لو سمحت لو سمحت خليك بقى زكي. بطل تسأل الدكاترة. وبطل تسأل المرضى. لكن انت عندك سقوط في الادم. مش قادر تتحرك. عندك ضعف في ايدك. يعني نمسكهم واحدة واحدة. اللي عنده اي مشكلة في الفقرات العنقية. طبعا انا بقى الموضوع بقى اسمج على فكرة بتاع ايه? طب انا عندي تزحزح. طب انا عندي غضروف. طب انا عندي الرابعة والخمسة. طب انا عندي الخمسة. طب انا عندي عوجاج. طب انا عندي سوافان. طب انا عندي خشون. ايه يا عم. كله نفس الحاجة. كله نفس القعدة. يعني احنا قلنا الكلام ده على طول. فانت لو سمحت. لو سمحت. ما تضرش نفسك بتفاصيل ملهاش اي قيمة. اي حاجة في العمود الفقري العنقي. تمام? لو ايديك مش قادر ترفعها. مش قادر تكتب بالقلم. ارجوك. اعمل عملية بسرعة. لازم تروح تعمل عملية ما تجيش عندي انا. وما تضيعش وقتك وما تلفش عدك. اروح لجراح يعمل لك عملية. خلاص كده? عرفنا مش محتاج تلف بقى. ده رأي العلم انا بقوله لك. لو حضرتك عندك اي مشكلة في الفقرات القطنية. سوافان. خشونة. اعوجاج. فقرة متحركة. ربعة وخمسة. خمسة. اي حاجة. وحصلك ضعف في رجلك او سقوط في ادمك او عدم تحكم في البول او البراز. العلم بيقولك مش صاحبك اللي هيقولك ولا الدكتور اللي هيقولك. العلم بيقولك روح لجراح يعمل لك جراح عمود فقط يعمل لك عملية بسرعة. عشان ما تتشلش. ده العلم اللي بيقولك. تمام? العلم برضو بيقول لحضرتك القاتي. طيب لو انت بقى عندك اي حاجة في الفقرات العنقية واي حاجة في الفقرات القطنية معها تنميل شكشاكة حرقان الم سخونة برودة بيقولك وما عندكش ضعف. العلم بيقولك مش صاحبك ولا الدكتور. العلم بيقولك اعمل حقن وتردد حرالي. لو القلم شديد. لو القلم مش شديد ما تعملش حقن وتردد حرالي. خلاص شفت بقى? طب اعمل لي يا دكتور خد علاج وريح نفسك. والموضوع ريح نفسك مش تروح تنام في البيت. ريح نفسك يعني ريح ما تعملش الحاجات اللي بتوجعك. الحاجات اللي بتوجعك. خلاص كده? يعني ايه? الموضوع في غاية البساطة. انا نقلت لك خد نصيحة العلم. ولو انت المفروض تعمل عملية. وعملتها. وفشلت قدر الله ما شاء فعل. انت كان لازم تعمل عملية جراحية. لو حضرتك المفروض ان عندك قلم والمفروض تعمل حقن وتردد حرالي. والحقن وتردد حرالي فشل. قدر الله ما شاء فعل. خلاص هو صح برضو. حيفضل ده الصح. العملية مدام مطلوبة صح. حتى لو فشلت معاك. الحقن والتردد صحة حتى لو فشل معاك. خلاص? اتفقنا? والحاجة التانية لو ما عندكش قلم شديد خد علاج واسكت بقى. وعايز اقول حاجة تاني. لو انت مش المفروض تعمل جراحة. وعملت جراحة. ونجحت هتفضل غلط. هتفضل برضو غلط. مش عشان نجحت معاك بقت صح. هيفضل التاريخ. والعلم يقول له غلط. ولو انت عملت حقن وتردد حراري. والمفروض ما كنتش تعمله. ونجح برضو هو جريمة. ابقى انا عملت جريمة. يعني ما تفكرش ان انت مش محتاج حقن وتردد. ومتاني عاملك حقن وتردد. ونجح. جريمة برضو. هيفضل جريمة. وحيفضل كلام غير علمي. فانت لما تيجي تسأل. انا اعمل ايه? قول العلم بيقول ايه? نرجع بقى العلم بقى. العلم بيقول ايه يا سيدي? مش صاحبي بيقول ايه? واللي جرب بيقول ايه? وجاري بيقول ايه? والدكتور بيقول ايه? ما هو ياريت الدكتور امين. يعني ياريت. حتلاقي لو انت محتاج جراحة حتجي لقول لك جراحة. تروح لده اقول لك جراحة. مع ان تخصصاتنا مختلفة مش عملت روح لجراحين ويقول لك جراحة. لو انت محتاج حقن وتردد حراري حتجي لقول لك حقن وتردد ومت تقول ايه? لا انا هروح بقى الواحد في ده خاصه الثاني ده الصح لجراح يا جراح اعمل جراح اولا حقن وتردد يقوم يقولك لا روح اعمل حقن وتردد انت مش محليب انت وثقت بكلامي كده ده ما بيحصلش ده كل دكتور عايز ياخد المريض نحيته خلاص فانتوا عملين تلفوا بتضيعوا فلوسكو بتضيعوا مجهودكو بتتوتروا عصبيا زيادة عملت اسأل في ناس ده الناس بتبعات لي مثلا واحد يقولك يا دكتور محمد انت عملت لي حقن وتردد وانا ارتحت كلمنا على الخاص ايدينا نمرت الدكتور محمد بسرعة ايه يا عمي ايه 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 انتش عرفك ان الراجل دوت يمشي معه اللي انا عملته له يمشي معاك للدرجات دي يعني للدرجات دي لا ايمان ولا علم ولا تفكير ولا مخ ولا اي حاجة واحد تاني ايه انا عملت حقن وما انفعش يقوم الناس كلها تتشائم وما يعملوش حقن ايه المخ ده ايه ده انا حقنت رجبتي وما جابتش نتيجة طب ما جابتش نتيجة بارتو ما ماشي مافيش غير كدة هو العلم قال كده يقوم الناس كلها يقولك واحد قال انه مجابش نتيجة خلاص واحد قال انه مجابش نتيجة مش هيعمل واحد واحد قال انه جاب نتيجة الناس كلها عايزة تعمل يا جماعة مش كده مش كده حذيعو حذيعو بخوك ومش ممكن انا انا يعني مفاجآت صعبة جدا يعني ارجو يكون الفيديو انا محموق عليكم محدش قولي انت عصب يوم حدش قولي بالراحة عالمرضة انا ما ضربتكوش بالنار يعني انا 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 متعصب وانا قاعد لوحد فانا ما عملتلكوش حاجة انا بس متدايق عشانكم فاللي خسر في العصبية دي انا ضغطي عيلي ودمي اتحرق وكل حاجة انتو ما اتضرتوش في حاجة فما حدش قولي بالراحة عالمرضة ده بالراحة على نفس انا اللي مضروب اتمنى يكون الفيديو يعني افادكو ادعولي بظهر الغيب لو كان الفيديوهات دي بتفيدكو ولو انتو شايفين ان انا راجل مش كويس ادعولي بالهداية المهم ندعي بما يرضي الله وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته